اعتقلت قوات الأمن الفرنسية 217 شخصا جراء الاختجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها عدة مدن ووصلت إلى غاية البرلمان بعد تمرير قانون التقاعد وشهدت عدة مدن فرنسية اندلاع مظاهرات تخللتها أعمال شغب وعنف بعد تمرير حكومة إيزابيث مشروع رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما وتجمع الاف المتظاهرين الخميس في ساحة كونكورد البريسية بعد الإعلان عن تمرير الحكومة الفرنسية مشروع إصلاح نظام التقاعد عبر لجوء إلى المدة 49.3 من الدستور من دون تصويت في الجمعية الوطنية ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشلطة الذين قطعوا الجسر المؤدية إلى مقر البرلمان وقضت قوات الأمن التجمع نحو الساعة 19 بتوقيت جرينيتشا بعدما تم توقيف 217 شخصا